بعد ما قطعنا الشوكولاتة نوضع ماء الساخن نوضع الشوكولاتة بالماء الساخن نزيبها مع بعضها لوحدها بتسيح نوضع شوكولاتة نوضع الفواكه المجففة والمكسرات حسب الزو ونتركها جف مثل ما انت شايفين هيك جاهزة ممكن نعبيها في عبوة ونقدمها هدية الوصفة الثانية والمكسرات والشطة هي كثير مميزة للبحوب الشطة نوضع قليلة الشوكولاتة ندركها تجاف هيك جاهزة نقطعها ونقدمها هدية الوصفة الثالثة وضع سكر وضع ماء حرارة متوسطة تظهر عبر ما يكارميل السكر اول ما تغير لونه زي ما انت شايفين لازم يكون متماسك مثل هيك نوضع عشرة جرام معلقة وفول سوداني مئتين وخمسين جرام وهيك اصباحات جاهزة نوضع ورقة زبدة ثانية وبنمدها نوضع شوكولاتة مع ماء ساخن وبنزينها بالشوكولاتة نوضع شوكولاتة مع ماء ساخن نقوم بتجاف الوجهات ونقوم بتجاف وهيك اصفحات جاهزة نتركها الجانب جيف ونقطعها كما انتو شايفين امان الله اشتركوا في القناة شايفين شكرا لكم مع السلامة المترجم للقناة